عايز اخل منك بقى اهم اللقطات اللي حصل في 23 وانتشر بشكل كبير على السوشيات ممكن احنا هنتكلم النهاردة على اهم اللقطات في الرياضة في العالم وحندخل منها بقى على الكلام المحلي وحنا نتكلم عليه فتعالا نبتدي باول لقطة يمكن خلينا نلخص اهم خمس لقطات في عام 2023 ونبتدي دلوقتي باول لقطة اهم حدث بالنسبة لنا في السوشيال ميديا في العالم كله هو اللي انتقلات انتقل ميسي وانتقل رونالدو يمكن انتقل رونالدو كان في 30-12-22 لكن احنا شفنا تأثيره في 20-23 بشكل كبير بنتكلم على ناديين نادي في السعودية ونادي في امريكا ازاي البروفايل بتاع الاندية دي اتغير بشكل كبير في العالم كله تأثير رونالدو وتأثير ميسي بيتم دلوقتي تدريسه ازاي دول اثاروا على السوشيال ميديا وعلى البيزنس بتاع الاندية اللي هم راحوا لهم ايش الحالي اكتر يا جايد معلش انا احب الناس تفهم يعني رونالدو لما يروح النصر سوشيال ميديا بتاعت النصر هتكسب ايه او الميديا بتاعت النصر دي هتكسب ايه من ان كيساو رونالدو راح للنصر طبعا هنفهم طبعا فيه شغلة عظيمة بس ترجمها لي بقى بارقام خليني اقولك ان احنا مثلا بنتكلم على ان نادي النصر كان على انستجرام هنديك مثال بانستجرام وحيظهر قدامنا الارقام قبل انتقال رونالدو كان حساب النصر على انستجرام 900 الف وده كان رقم بالنسبة لدوري سعودي رقم كويس مش رقم قليل لان نادي النصر من اكتر جمهوره كبير جدا ومن اكتر الجماهير تفاعل على السوشيال ميديا من 900 الف بيوصل دلوقتي نادي النصر بيتخطى 15 مليون يمكن ممكن نجيب الارقام عشان نأكد كمان ومسي احنا بنتكلم على انتر ميامي كان مليون على انستجرام دلوقتي خلينا نشوف برضو ارقامهم مع بعض اهي اه يمكن سوري 22 مليون ونص ده نادي النصر دلوقتي من 900 الف يعني هو احنا نتكلم ان هو سنة عشرين تلاتة وعشرين او من اخر يوم في عشرين واثنين وعشرين الزيادة دي حصلت الناس اللي عاديين بيشتوروا في السوشيال ميديا بتاعت الناس بيقولوا يا رب نوصل للمليون ونعمل احتفاله بزرق فاي اكريسيانو جيه بقوا 22 مليون على طول بقى انتر ميامي من مليون ل 15 و 6 مليون انت بتكلم فيه ارقام كهيرة جدا ده على مستوى انستجرام بس انا ما تضيك مثال به يمكن عشان ارقام وهي الاوضح بالنسبة لنا فتخيل البزنس بتاع الاندية دي وصل ازاي حجم الاعلانات اللي بقى تيجي في الاندية دي بقى اتعاملة ازاي دلوقتي انتر ميامي زود اعلاناته مع قديدس مثلا حاجة مثال صغير فكرة ان ميسي بقى موجود وان رونالدو بقى موجود في الاندية دي بيوسع السيلنج بوتانشل بالنسبة لهم عند فلسوق او عند المعلنين بشكل كبير جدا ده غير بقى يعني خلينا اقولك كمان ان انتر ميامي مثلا مع وصول ميسي زود 3000 كرسي ودي حاجة مهمة جدا هم يزودوا في الاستاد بتاعهم 3000 كرسي دوركم كبير جدا في الامالاس او في امريكا 3000 ودلوقتي هم شغالين على استاد جديد عشان يقدروا يزودوا السعة بتاعتهم وطبعا سعر التذاكر الموسمية بتاعتهم زاد بشكل كبير جدا الانكم بتاع النادي السنة دي بالنسبة الانتر ميامي استثنائي اول مرة يتحقق في الدوري الامريكي ارقام السوشال ميديا بتاعت امتر ميامي اكبر ارقام موجودة في السوشال ميديا بتاعت الدوري الامريكي وعلى فكرة الدوري الامريكي السوشال ميديا بتاعته نكحة جده يعني هم على مستوى الـ beleza او على مستوى المحتوى اللي بيقدموه هم هم مميزين جده اللي انت بتقوليه دوت وهوحد بفراج معنا يفهم ايه انه اه يعني هم فرحينين انه هم هيaco res gaz di z�ada النادي السنة دي تخطى 120 مليون دولار وده رقم كبير جداً في الدوري الإنجليزي ليه؟ عشان برضو في الدوري في الدوري سوري الأمريكي عشان الدوري الأمريكي عشان أمريكا الكورة مش رقم واحد عندها صح أمريكا فيها الـ NBA طبعاً الباسكتبول وفيها الأمريكي الفوتبول وفيها الرجبي وفيها البيزبول ودي على فكرة التفاعل عندهم في أمريكا مع البطولات دي أكبر بكتير من الكورة لكن دلوقتي الناس بقت مهتمة تحضر كل متشاط إنتر ميامي بسبب بس وجود مسي